أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية عن إدانتها والسنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع على مركز الإصلاح والتاهيل في جو مؤكدين الوقوف مع البحرين وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنها والقائمين على أراضيها أعربت السعودية عن استنكارها الشديد للهجوم المسلح الذي وقع على مركز الإصلاح والتاهيل في جو وأسفر عن استشهاد الشرطي كما جدت السعودية التأكيد على تضامنها وأوقوفها إلى جانب البحرين ضد الإرهابي والتطرف وكل ما يخل باستقرار أراضيها وسلامة شعبها كما استنكرت الكويت وأدانت هذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهرف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن في البحرين هذا واجد سمو أمير الكويت موقف بلاده الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ووقوفها مع البحرين وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات هذا وأعربت قطر عن استنكارها الشديد للهجوم المسلح مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الدنيئة والحفاظ على الأمن والاستغرار في البلاد وعبرت الخارجية القطرية عن ثقتها في قدرة الأجهزة الأمنية بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة الآثمة وتقديم المجرمين للعدالة كما أدنت الإمارات الهجوم الإرهابي حيث أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن استنكار بلاده وتنديدها الشديد بهذا العمل الإرهابي لموشين الذي يستهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن في البحرين معربا عن تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات وكدسم ثقته التامة بأن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني حكومة البحرين وشعبها عن مواصلة مسيرة استقرار المملكة وتصديها لمحاولات التخريب والعنف الياسة بدورها أدنت سلطنة عمان بشدة الهجوم الإرهابي المسلح وعدت السلطنة هذا الهجوم الإرهابي من الاعتداءات الآثمة والمرفوضة في كل أديان والأعراف الإنسانية وكلت السلطنة وقوفها الدائم مع الأشقاء والأصدقاء ضد آفة الإرهاب وهي تجدد رفضها الثابت لكل أنواع وأشكال الهراب في كل زمان وكل مكان من جهته أكد الأمن العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالرطيف بن راشد الزياني إن هذا الهجوم المسلح يعتبر عمل إرهابي شنيع مشددا على أن دول مجلس التعاون تدعم وتساند البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها والقائمين على أراضيها وعرب الزيان عن ثقته في قدرات الأجهزة الأمنية في البحرين على سرعة القبض على العناصر الإرهابية المتورضة في ارتكاب هذه الجريمة والهاربين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم وكشف الجهات المحرضة والمساندة لهم بدورها أدانت جامعة الدول العربية الهجوم المسلح حيث أعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو القيط عن تضامن الجامعة الكامل مع القيادة البحرينية في حربها على الإرهاب وفي رفضها للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية واستنكر الأمين العام إصرار بعض القوى الإغليمية وعلى رأسها إيران على تدخل في شؤون الدول العربية وإثارة للضربات بها عبر تصدير خطاب طائفي بقيض ومرفوض